حالة من عدم اليقين يعيشها قطاع السياحة المغربي بعدما تأثرت العديد من المعالم السياحية بأضرار بالغة بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب وأدى إلى انهيار بعض المباني التاريخية لسيما تلك الموجودة في المدينة القديمة بمراكش المغرب يعد إحدى الوجهات السياحية المشهورة بتنوعها الثقافي والطبيعي إلا أن الزلزال الذي حدث أثار قلقاً كبيراً بين أوصات العاملين فيه والتساؤل حول مدى تأثير الزلزال على استقرار الأوضاع المستقبلية أندير رحيم بوشك صاحب فندق قصبة السيدة بيجا الذي يقع في مدينة واركان المشهورة بمناظرها الطبيعية يخشى أن يتلقى القطاع السياحي ضربة قاتلة جراء الزلزال بوشك أوضح أنه على المدى الطويل لا يعرف العاملون في مجال السياحة ما إذا كان القطاع سيتعافى ويعود إلى طبيعته أم يتوقف ويظل يعاني مما حدث بدورهم أعرب العاملون في قطاع السياحة المغربية عن خشيتهم من أن تؤثر كارثة الزلزال على تراجع التدفقات السياحية الوافدة إلى البلاد في ظل مساهمة القطاع بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لمرصد السياحة المغربي في وقت شهدت فيه البلاد زيادة كبيرة في عدد الوافدين خلال النصف الأول من العام الحالي يبدو أن المغرب سيكون على موعد مع تحدي جديد بعد كارثة الزلزال المدمر فالمدينة القديمة بمراكش التي يقصدها عدد كبير من السائحين تضررت وانهارت بعض المباني الأثرية فيها كما أن شبح الركود يخيم على المدينة التي كانت تعج بالنشاط قبل حدوث الزلزال ترجمة نانسي قنقر